معي عبر زوم الآن واحد من أهم الأسماء اللي جات في تاريخ المنتخب البرتغالي نونو جوميز نجم منتخب البرتغال الأسبق يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتأخذك معي على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر مرحبا بالجميع بمساء الخير أنا سعيد بوجدي معك بالتأكيد عايز ألك في البداية عن كاس الأمم الأفريقية وهل تبعت كاس الأمم الأفريقية الأخيرة ورايك فيها بشكل عام نعم أنا تابعتها كان شهرا جيدا من كرة القدم وبعض الفرق كانت قوية جدا استطعت أن أرى الكثير من التحسن والتطور في أداء المنتخبات الأفريقية والتي عادة ما تكون ليس بهذا الأداء الجيد ولكن رأينا منافسة مع الفرق المفضلة وأعتقد أن هذا هو جزء من تطور الكرة الإفريقية مؤخرا من أكثر المنتخبات اللفتت نظرك أو من المنتخب اللي شفته كان واحد من مفاجآت هذه البطولة أعتقد أن أن المفاجآت بالطبع كانت كانت خروج الفرق المفضلة لأن قبل بدء البطولة الجميع توقع المغرب الجزائر حتى مصر أنهم ربما سيكونوا المرشحون للفوز بالبطولة ولكن في النهاية رأينا أن بعض الفرق كانت مستعدة بشكل أفضل مثل أنجولا والرأس الأخضر قد أدوا بشكل جيد طوال البطولة أعتقد أنهم كانوا أهم المفاجآت ولكن ولكن رغم أنهم عملوا بشكل جيد مع اتحادات بلادهم وأيضا مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي ولكن ولكن استطعنا أن نرى وأعتقد أن من هذه اللحظة سنرى توازن بين القوة بين المنتخبات الإفريقية بعد ذلك وبالطبع بعد ما رأيناه في البطولة خصوصا في قبل النهائي المنتخبات كانت تؤدي بشكل رائع فأعتقد أن بطولة مثل هذه ستكون في المستقبل مثل الماراثن الذي يجب عليك أن يجب عليك أن تستعد له ولكن يجب عليك أن تتحلى بالحظ كذلك بخصوص الإصابات بخصوص الجاهزية اللاعبين وتوقيت الموسم الذي تلعب فيه البطولة الانذارات طوال البطولة الكروت الحمراء فأعتقد في النهاية أن البطولة كانت أعتقد أن البطولة ذهبت لمن يستحق للفريق الفائز الفرق قد أدت بشكل رائع خلال دور المجموعات لم يصدق أحد بعد دور المجموعات أن أكوديفور ستفوز وستصل في النهاية وتفوز بالبطولة لأن ما رأيناه لم يوم بأنهم سيصلوا للنهاية ولكنهم وصلوا واستطاعوا أن يحرزوا الأهداف وأن يفوزوا بالبطولة وقد استحقوا ذلك منتخب مصر كان بقية روي فيتوريا يخود هذه البطولة رحل البرتغالي روي فيتوريا عن منتخب مصر بعد هذه البطولة لو كنت تتابع منتخب مصر رأيك إيه فيما قدمه روي فيتوريا مع منتخب مصر وهل يتحمل جزء من المسؤولية أو المسؤولية كاملة في خروج المنتخب الوطني بشكل مبكر؟ أعتقد في النهاية أن كل المدربين يعرفون أنهم سيتحملون مسؤولية الأداء ونتائج الفريق ولكن الناس الذين يعملون في كرة القدم يعرفون أن كرة القدم وخصوصا مع المنتخبات أو على مستوى الأندية كذلك لا يوجد مسؤول واحد فقط عن الانتصارات أو الخسائر فبالتالي أعتقد أن روي فيتوريا كان مدير فني ممتاز مع مصر ولا يحتاج لأن يثبت أي شيء ليثبت أنه الأفضل أعتقد أن خبراته مع المنتخبات لم تكن كثيرة ولكن ليس فقط كان سيئا وإنما لم يكن محظوظا مثل ركلة الجزاء ركلات التي لم تحتسب كما رأينا مع الكونغو الكونغو لم تكن جيدة كفاية ولكنها واصلت رغم ذلك في النهاية أعتقد لا أعرف كم عدد المباريات روي فيتوريا قادها مع المنتخب المصري ولكن أعتقد أنه خسر مباراة وقد خسر مباراة بركلات الترجيح فبالتالي ولكن أمام الناس دائما المسؤول ما يكون المدير الفني سواء كنت تدرب منتخب أو تدرب نادي هذا يضع الضغط عليك كمدير فني طوال الموسم وفي النهاية لا تستطيع أن تسرح 22 لاعب وإنما الأسهل والأفضل بالنسبة للإدارات أن تسرح المدير الفني ولكني لست متأكدا أن روي فيتوريا كان المسؤول عن ما حدث ولكنه بدأ مشروعا مع مصر وأعتقد حينما توقع عقدا مع مدير فني مثله يجب عليها أن يستمر لفترة أطول ليصل لكأس العالم 2026 ولكن هذه هي كرة القدم كما ذكرت كرة القدم دائما ما تكون هكذا إذا انتصرت ستكون البطل وإذا خسرت ستكون إنسانا فاشلا فبالتالي أعتقد أن ما حدث مع مصر هو أن ما حدث أنه كان يجب عليها أن يستمر على المدى الطويل مع مشروعي مع منتخب مصر لأنك إذا غيرت المدير الفني كل فترة قصيرة سيكون من المستحيل أن تنجح في زاوية أخرى أصبح المدربين البرتغاليين شيء ملطوبين أو هم ملطوبين دائما في كرة القدم المصرية وأنتوا تتابع كرة القدم المصرية والأنداء المصرية دائما وأبدا المدرب البرتغالي له الأولوية عند كل الأنداء والمنتخبات المصرية لماذا تفوق المدرب البرتغالي في مصر تحديدا أو لماذا المدرب البرتغالي دائما مطلوب في مصر أعتقد أنهم جيدين خصوصا في مصر يجب أن أقول مانويل جوزي هو كان من أوائل المدربين المرتغاليين في مصر وقد أدى بشكل رائع فاز بكل شيء وأعتقد أن بعد ذلك وقد ناجح أيضا في أوروبا وليس فقط المدير الفني البرتغالي في مصر كجوزي مورينيو وبدأت الأندية بعد جوزي مورينيو تستقدم مدربين برتغاليين وكذلك من البرازيل فبالتالي المدربين البرتغاليين جيدين نحن بلد دولة صغيرة ولكن لدينا لاعبون ذوي مهارة عالية وأيضا مدربين ذوي جودة عالية المدرب البرتغالي الآن اعتاد أن يعمل في مصر وأيضا ترك انطباعا جيدا على مستوى النتائج ولكن الأهم هو التأقلم مع الثقافة المصرية أعتقد أن الأشخاص المواطنون البرتغاليون قادرون على التأقلم مع الثقافات المختلفة وهذا ما ساعد المدربين البرتغاليين أن يتأقلموا سريعا مع بلدكم والمكان الذي يعملون فيه أخر المدربين البرتغاليين في مصر الآن هو جوزيجو ميز مع نادي الزمالك رأيك إيه في هذا المدرب؟ كان المدير الفني الخاص به في بنفيكا كان مدربي كان مدرب مساعد في هذا الوقت أنا أعرفه جيدا هو مدرب طموح جدا يعمل منذ فترة طويلة خارج البرتغال فبالتالي وعاد البرتغال مرات عديدة ولكن أعتقد أن خبراته تجعله يعرف الكثير عن كرة القدم لديه الآن تحدي كبير لأن الزمالك كما أعرف هو نادي كبير جدا في مصر فهذا تحدي كبير للمدرب لديه أن يبدأ بشكل جيد يجب أن يكون صبورا ويجب أن تكون الإدارة صبورة معه لأن المدرب أتى بنظريات جديدة وبطرق لعب جديدة لديه خبرات ويجب عليها أن يعرف اللاعبين جيدا والمباراة الأولى التي خاضها كانت جيدة ولكن لديه الكثير من المباريات القادمة لديه مباريات هامة خلال الفترة القادمة أعتقد أن المدرب وطموح المدرب هام خلال الفترة القادمة مع الزمالك وأنا متأكد أنه سينجح مع الفريق نونو جميز واحد من أهم نجوم المنتخب البرتغالي على مر التاريخ أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم وكلام مهم جدا طيب ترجمة نانسي قنقر